السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي طلاب الثالث المتوسط أهلا وسهلا بكم في أسئلة في مادة اللغة الإنجليزية افتحانات الشهر الثاني بعد نصف السنة الشهر الأول هي افتحانات الفصل الثاني شهر الأول بعد نصف السنة الأسئلة للغة الإنجليزية هذه read confession يعني القطعة الخارجية read the following passage and answer 5 or the question blue Miss William was teacher and there were 30 small children in her class they were nice children and Mrs William liked out of them but they often lost of lots it was winter and the weather was very cold the children's mother always send them to school with warm coats and hats and gloves the children came into the classroom in the morning and took off their coats and hats and gloves they put their coats and hats on the wall and they put their gloves in their pockets of their coats last Tuesday Miss William found two small blue gloves on the floor and the evening and the morning she said to the children whose gloves are these but no one answer they then she looked at dick haven't you got blue gloves dick she asked him yes miss he answered but those can't be mine I lost mine number one number one how did the children's mothers send their children to school الجواب سيكون الجواب على السؤال الثوء يقول الجواب 30 أو تكتب 30 السؤال الوراي الجواب سيكون ونمبر 4 نمبر 4 نمبر 5 الجواب الجواب جواب نمبر 6 جواب 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 السؤال الثاني القطع كتاب جواب 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 الجواب راح يكون to open English schools in Iraq number four we'll call how long did the new sports city take three years two years three months الجواب three years number five why the boy from the UK was called a hero الجواب because he saved the child from a dangerous animal from a dangerous animal الجواب السادس number six at the start of the story John was playing football near me الجواب false on الجواب راح يكون true ونجي هنا هسه نجي على القواعد grammar and connection does as required answer five only my parents be in England last month correct the pair الجواب راح يكون الصحح الفعل بدال بي نخلي where بدال بي نخلي where الثاني حسام عن لقمان swim in the pool pass continuous الماضي المستمر الجواب راح يكون where swimming لأنهم جمع ثالثة سها تمام الثالثة سها الثالثة سها لم يذهب إلى المار رضا الثالثة علي لدينا الجواب سيكون الغض ونمبر أصب تارى تارى تايجرز و يوفرد أستخدم أستخدم X أستخدم Z ننبر هل ترى أو رأيت أو رأيت أو رأيت الموبي أماما أماما الجواب سيكون C نتجه على الفكور المعاني سيكون تلاتي و التنقيق لا تستخدم تلاتي تلاتي و تلاتي و تلاتي برازيل سيكون نظارات و و و و و نجي هنا الأجوبة ننبر راح نكون الجواب يقول إذا أحد يستخدم يستخدم الجواب راح يكون و الخرصي المتحرك ننبر ادااش ريترز about events in the newspaper الجواب راح يكون ريبورتر اللي يكتب التقارير المقرر أو المحرر ننبر ثري دااش من سيد يجبت لسن for every son and hope for every father الجواب راح يكون وايس حكمة ونمبر فور I am too dash to carry that happy box Can you help me الجواب رح يكون weak ضعيف جدا ضعيف لحمل الصندوق الثقيل Young people should be when they help the older generation الجواب رح يكون رسد والجواب الأخير I need to put up to see carry when I am reading spectacles النظار هذا بالنسبة لهذا السؤال نتشي على التوصيل الجواب رح يكون كالآتي نمبر وان رح نختار لها E اللي هي ريس فازة بالسباب ونمبر تو ران رح نختار لها C نمبر تو رح نختار لها C اللي هي ران العفو أرجع نمبر وان رح نختار لها E نمبر وان رح نختار لها E اللي هي مدعو فازة بالمدالية وران فاز يركب في السباب نمبر تو ران نختار لها C ريس ونمبر ثري نمبر ثري رح نختار لها B اللي هي سكور سجل شنو بوينت نقطع وهدف والنمبر فور نمبر دو نختار لها نمبر فور رح نختار لها A اللي هي يعني يلعب جومناستيك و 5 فلاي رح نختار لها 5 رح نختار لها D اللي هي فوليبول يلعب قرة الطائرة بالنسبة لرأي بوينت 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 ماركس لرأي ساتردي لدينا بوينت 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 باسل نجي على ستوري تايم فنشوف شوني ستوري تايم ستوري تايم and spelling to answer 5 following question The boy's father was dropping food on his chair and trousers becouse dash فنشوف شوني الجواب complete he was old and weak والجواب الثاني number two What did the boy buy his father الجواب هقون some food و number three يقول The customers ونمبر فور يقول الجواب راح يكون نوتبوك وكاميرا والجواب النمبر فايف يقول الجواب راح يكون ونمبر سيكس يقول كيف كان العرب عالي هاذا بالنسبة لهذا السؤال نجي على قوة سنة قوة سنة 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 والجواب الثاني يقول تراي تراير تراي تراير يعني حولها الماضي الماضي ما لقوه هو فالصير نمبر نمبر ثري بلاي بلاي سنة ونمبر فور بلاي بالعكس يرجح المضارع بلاي يطير ونمبر بايف اللي هي بوكبوكس وشيوث اذا انتهت الكلمة بالحرف فنقودها لا يعني رفوف السؤال الخامس سنة يعني اكتر عن برنامج التلفزيوني تشاهده حاليا هذا بالنسبة عزائي الطلبة كل ما موجود في الأسئلة في الشهر الثاني خاصة بالصفة الثالثة التواصل اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا اشتراك في القناة وشكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته